اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونحاول أن نكون على خط معين لكن الخيرات لكل أحد يرى على شاشة العالم سوريا وإن شاء الله هذه الألوان يتنعكس على موضوع الطاقة الموجودة في الحياة موضوع التقلبات التي نعيشها عدم الاستقرار المتعلق بالمنطقة اشتركوا في القناة والأفكار التي نرى في المجتمع نرى هناك أشخاص متضايقين دعوني أن هذه الفترة ترى تقلبات تغيرات لا يوجد أحد ثابت ترى ممكن التقص فيه لكن نوعا ما الشيء الذي نرى هناك أشخاص بدون سبب تنقلب مزاجاتهم يصبح تبدلات بأفكارهم تشعر أنه يكون مبسوط فجأة يقلب بشكل عام سوسا هو موضوع التبدل الموسمي إذا بدنا نقول دائما يعني ممكن يؤثر على طباعنا على ردات فعلنا وخاصة بهذا الوقت من العام التبدل الربيعي أو عفوا الصيف والخريف وأيضا الخريف والشتاء دائما بتصير ردات فعلنا كتير هك مبالغ فيها حساسين زيادة عن اللزوم ببعض الأوقات حتى موضوع الاكتئاب ينشط هذه الفترة وخاصة الأشخاص الصيفيين صيفيين مشكلة بالعودة للطقوس الشتوية التصعير أعطاني بشار فورا دليل على موضوع أن الأشخاص فورا يتبدلون حسنا أنا نكشته لكن موضوع تبدل المزاج نرى موجود فعليا يعني عدا أن هناك أشخاص يكونوا محفزين للتغير المزاج تجد أن أنه الظروف المحيطة تساهم بأن الشخص يتضايق وتساهم بأن الشخص لا يكون رائع يعني عندما ترى أن أحوالك الاقتصادية والنفسية تمام ترى حوالك هنا مبسوطين هنا لا يكون رائعين ترى الأشخاص أو أهلنا أكيد في فلسطين الحبيبة يعانون بأبسط الأشياء يعانون بتأمين الماء بتأمين الأكل بتأمين الأدوية إذا الشخص الآن تفكر بأن الشتاء أصلاً أجلوا في خيام لا يمكنهم أن يحموا نفسهم من مطر لا يمكنهم أن يحموا حالاً إنهم قاعدين في مكان تفكروا أنه لا ترجع للأشخاص مثلاً يكون آمن تنزل عليهم الصواريخ لحالك أنت تتضايق أنت قاعد في مكان آمن تحس بأنه حسناً لا أستطيع أن نتفق لا أستطيع أن نتفق لا أستطيع أن نتفق لا أستطيع أن نتفق على الموضوع حالياً وبالمنطقة بشكل عام لا يوجد أحد أمن وخاصةً على الموضوع الاعتلاءات التي تكونون من قبل الاعتلال فبالتالي الحالة أيضاً ممكن تساهم بهذا الموضوع أكيد الأمنيات دائماً نكون عايشين بسلام نكون عايشين بأمان وكون عايشين أيضاً بمحبة يمكن شوية المحبة بتطغى على هاي الأحاسيس يلي ممكن نقطع فيها على هذا التبدل يلي ممكن يشهد وينشط بهذا أو بهاي الفترة من العام بالمحبة نقدر نتغلب على كل شيء وأكيد المحبة لقل لكم مشاهدينا راح نكفي فيها بحلقتنا اليوم راح نرح لفاصل صغير ونرجع للكون مع جولة ومجموعة من الأخبار لعب لفاصلها أهلا وسهلا فيكم عن جديد مشاهدينا راح نبدأ حلقتنا لليوم بجولتنا الإخبارية راح نبدأ بأول أخبارنا واللي نشرته وزارة الداخلية على صفحتها على الفيسبوك عن شخص أقدم على قتل حفيديه وافتعل حريقاً لإخفاء هاي الجريمة بتفاصيل الخبر ألقى قسم شرطة مدينة اللاذقية الشمالي القبض على شخص قتل حفيديه ضمن منزله بحيق نينيس في اللاذقية إثر خلافات عائلية وفق ما ذكرته الوزارة على الفيسبوك آت الوزارة بأن الجد افتعل الحريق لإخفاء جريمته وأسعف نفسه إلى المستشفى بعد تعرضه للحروق بينت الوزارة بأن تم الإبلاغ من قبل فوج إطفاء اللاذقية عن لشوب حريق في المنزل المذكور وعثرها عقب الإخماد على جثتين لطفلين خمس سنوات وثمانه سنوات بعد نقليمه إلى المستشفى تبين أنهما تعرض للذبح قبل اندلاع الحريق أوضحت الوزارة طبعا بأنه بعد المتابعة وجمع الأدلة تمت معرفة أكيد مرتكب الجريمة والقبض عليه وهو جد الطفلين وبعد مواجهته بالأدلة اعترف بأنه أقدم على الفعل نتيجة لا خلافات عائلية وقام بذبح الطفلين بواسطة سكين وأفتعل الحريق وأسعف نفسه إلى المستشفى يعني عم نحكي كلنا عن جرائم كان الاحتلال وللأسف في عنا نماذج للأسف مطابقة لهذا الإجرام اليوم وقت جد يقدم على قتل حفيد فهي من أبشع الأفكار اللي ممكن تطغى على الإنسان بشكل عام أكيد كل الشكر لجهود وزارة الداخلية للمتابعة وخاصة هذه الفترة يعني عم نشوف جهود كتير كبيرة لمتابعة مختلف الجرائم بكل المحافظات السورية كل المخالفات بدءا من موضوع الجرائم وأيضا موضوع السرقات موضوع كتير من الحالات الشادة اللي عم يشهدها اليوم المجتمع اليوم جهود وزارة الداخلية عم تنصب لضبط وإنهاء هاي الحالات تمام صحيح إذا بدنا نقول الأفعال اللي عم تكون خارجة يعني عن المألوف مثل هذا المثال الوحشي اللي ذكرنا خلينا نروح لخبرنا التاني والخبر التاني بيقول درس عن الفنانة سميرة توفيق يثير جدلا في الأردن الخبر بيقول تداول نشاطاء موقع مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن صورا من مناهج التربية الفنية والموسيقية والمسرحية للصف الرابع الابتدائي تظهر فيه الفنانة اللبنانية سميرة توفيق الأمر الذي أحدث جدلا بين الأوساط الأردنية المنهاج طبعا تجربية كان يتم إدراجه الأول مرة ضمن المناهج لهذا العام تداول الناس صفحات من هذا المنهاج وتضمن أسماء فنانين ومغنيين وسيرة ذاتية عنهم مثل الفنانة سميرة توفيق وغيرها ما أثار استياء العديد وغضبهم كما ورد بأحد دروس مادة اللغة الإنجليزية للصف الثامن عرض السيرة الذاتية للفنانة أيضا أمكلتوم وتباينت الأراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين لتطرق التربية لمثل هذه المناهج لما له من دور في ترسيخ الترسيخ الهوية الثقافية الأردنية والعربية وأيضا بالمقابل معارضين يرون أن هناك شخصيات تاريخية أخرى كان الأجدر أن تهضى باهتمام التربية في المنهاج تعليقا على هذا الموضوع قال خبير التربية والتعليم وإدارة المناهج بالأردن أنه كان بإمكاننا تجنب جدل ودرس سميرة توفيق حيث كان بالإمكان الحديث عن فنانين لهم بعد في ضمير الناس مثل توفيق النمري أو فيروز أو أمكلتوم عربيا وأضاف أيضا أنه لا أرى ما يمنع من احترام كل فنان فالأطفال لا يعرفون توفيق النميري أو النمري وحيث قدمنا لهم حالة إذا بدنا نقول أو شخصية ما ممكن في أي ضج أو جدل بشكل عام والمطلوب يعني تعريف الأطفال بالأصالة بأصالة الفن بالقيم الفنية وتجنب أي سخرية التي ساعدت على مواقع التواصل الاجتماعي تعقيماً على هذا الموضوع يعني أنا بشوف اليوم كل شخص وكل فنان عربي ولا سيما نحكي عن أنا بس في شي غير منطقي ونحكي عن مادة تربية موسيقية وفنية يا جماعة الخير لي من روح للتحميم يعني هاي المادة مختصة بالموسيقى أو بالفن فبالتالي الشخصيات الموجودة فيها يجب أن تكون فنية أو موسيقية هاي بداية ثاني شيء اليوم يعني ساميرا توفيق أيضاً من الشخصيات اللي حملت راية الغناء التراثي ونقل التراث مختلف المناطق سواء التراث البادية سواء التراث بما يتعلق بلبنان وكان التوجه ليلا لا يقتصر على صعيد دولة معينة اليوم تقول لي ساميرا توفيق كانت جنسية تحير للصراحة وبعض كانت فكرة فلسطينية وبعض كانت فكرة أردونية كانت تلعب عليه تماماً فاليوم ما بتخيل فيه مشكلة بهذا الموضوع أنك اليوم شخصية مثل ساميرا توفيق تنطقس من وجودك بالمنهاج وبالمقابل حق من كل هذه شخصية أبشار معروف بأنه كانت تغني جمالي مثلاً غنيت حنا حراس البلد وحنا كراسيها كانت تتحدث عن قصة أردنية فكانت أصلاً ساميرا توفيق متعلقة بأشاق الأردني كان في ردود أفعال مختلفة خليني أقول وحتى الأساتذة الأردنيين كانوا عم بيعلقوا عن هذا الموضوع خلونا نتابع هذا الفيديو لنتعرف أكيد على ردة فعل أحد الأساتذة بما يتعلق بدرس ساميرا توفيق طلاب الأعزاء اليوم رح أشرح لكم درس مهم جداً وهو عن أغاني الفنان القديرة ساميرا توفيق ومن أهم هذه الأغاني أغنية صب القهوة إزدوها هيل طبعاً هاي الأغنية غنت لما كانت كيلو القهوة بدنارين وكيلو الهيل بثلاث دنانير حالياً أهمل كيلو قهوة بثمان دنانير وأهمل كيلو هيل بعشرين دينار فلذلك أنتو مش راح تصبوا قهوة ولا راح تزدوها هيل ومن أهم الأغاني أغنية حنة كراسي البلد اللي ولا واحد فيكو راح يغنيها لأن هاي الأغنية خاصة بأصحاب المعالي والمسؤولين مقربطين بكراسيهم وانتو خليكو على أغنية أصمر يا خفيف الروح مواطن خفيف لطيف متغلبش حدا والحصة القادمة راح أشرحلكو إنجازات الفنانة فيفي عبدو والفنانة نجوة كراس يعني بشار شفنا أن في ردود أفعال عم تكون مختلفة حتى على مواقع التواصل الاجتماعي في أشخاص كانوا يقولوا أنه سميرة توفيق هي من الأسماء والقامات وبنفس الوقت في أشخاص كانوا يقولوا أنه لا ليش ما منخصص مناهجنا للأشخاص أو خليني يقول الأسماء والأفناني الأردنيين نجوة منقول هي موضوع اختلاف آراء وأكيد لجنة تحديد المناهج أو تحديد المواد التي يجب أن تكون بالمناهج من أعرف أكيد بهذا الموضوع خلينا نذهب لخبرنا الأخير اليوم ومشاهدين بجولتنا الإخبارية واللي بتحدث عن موضوع متعلق بالنشاطات والسلوكيات اللي بيرتكبأ البعض بعملية تنظيف الأذن دراسات وأيضا أبحاث عديدة كانت عم بتخبر أو عم بتحكي عن موضوع أو الإجراء الصحيح لتنظيف الأذن واللي احنا ممكن خلينا نقول الغالب من الأشخاص بيقوم فيه هو موضوع تنظيف الأذن بقطن أو خلينا نقول بأعواد قطن التنظيف اليوم خبرنا عم بيحكي عن أنه أصدرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية تحذير بشأن المخاطر يلي ممكن تسبب أعواد التنظيف القطنية من فقدان السماع والطنين بالأذن تنصح الهيئة بعدم وضع أصابعك أو أي أشياء مثل أعواد القطن في أذني أو حتى المفاتيح بالشعر بعض المشخاص ممكن يعمل هذا الغلاط ممت أكيد حتى لو كنت عم تعتقد بأنه هي ممكن تكون مسدودة هذا الشيء أكيد ممكن يساهم بزيادة الإنسيدات أو دفع الجسم الغريبي يدخل على الأذن يشرح الخبراء بأنه من خلال إدخالك لهي الأعواد فأنت عم بتساهم بيعني تجريح أو خدش طبلة الأذن نعيك عم وضوع فقدان السماع أو حتى الطنية اللي ممكن يكون لفترة مؤقتة أو حتى فترة طويلة الأمد الخبراء بيقولوا أنه استخدام الأعواد القطن ممكن يؤدي في الواقع إلى فعل عكسي بدل التأثير المطلوف بدل من إزالة الشمع فنحن ممكن ينتهي فينا الأمر بأغلب الأحيان لدفع الشمع إلى داخل القناة الأذنية بينصح الخبراء بدل عن هذا الإجراء أكيد بغسل الأذن بألماء التافة أثناء الاستحمام هذا الشيء رح يعمل على تليين الشمع الموجود بداخل الأذن وأيضا يجعل أمر سهلا بإزالة الشمع وردنا الكثير من الأشخاص كنت أقل لك عن موضوع استعمال الأدوات الغريبة موضوع المفاتيح وموضوع أي شيء ثاني نحن ندخله بالأذن كرمان منظفة نحن نقول لك لأنه هناك أشخاص وأنا رأيتهم هذا الشيء أدامي الأذن عقوم نقص يعني لماذا؟ أي شيء فورا بالأذن لماذا يا جماعة؟ حاسة السماعة مهمة وحاسة تساهم بتوازن جسمنا فبالتالي بلها هذه العداد وقدر الإمكان يعني حتى لا ننظر على العالم ولكن بالمقابل يعني اليوم أيضا صحة الأذن مثل صحة أي عضو بالجسم هذه كانت أخبارنا لليوم رح نروح لفاصل صغير ونرجع لنشوف أخبار الفلك كيف يكفي بعد هذا الفاصل أهلا فيكم على جديد مشاهدينا وجولتنا على الأبراج وشو مخبينا الفلك رح أبدأ أول أنا شو رأيك؟ رح أبدأ بأول أبراجنا اليوم وبرج الحمل شو مخبي لك اليوم من الأيام اللي فيها تواصل حلو ويمكن حتى في شغل إعلامي أو حتى بالسوشيال ميديا غريب برج السرطان مع العلاقة حتى الآن في نجاح دراسي وعم يتحسن وضعك لكن عندك كثير تحركات وسفر في قصص وموبايلك مع مهدم الاتصالات في أمور بتخلص سيارة وموبايل لهيك انتبه ما منعرف هاي الاتصالات ممكن تخليك تنسي موبايلك بمكان ما فممكن يضيع أو ينسرع الله يعينك عاطفيا اتطمن على أنه ممكن يكون خليني يقول بالمجمل وضعك العاطفي مستقر اتطمن أيضا الحال العاطفية عم تتغير لصالحك وأيضا فيه علاقات عم تجي على الطريق يا وشال أموره رواء مولود برج الحمل خلينا نروح لموليد برج الثور موليد برج الثور عم كون كسل اليوم بتكون تناموا بس عم تحسوا انكم بحاجة لانكم ترتاحوا تتدللوا شاهيتكم كتير مفتوحة انتبهوا لأوزنكم وأيضا عم تفكروا بكتير أمور لازم تخلصوا أو تخلصوا منها بدون كسل فيه كسل وفيه أمور بده تخلص كيف ما بعرفتها بلوحالكم كمان عم تصرفوا مال بدون وعي آخر فترة كتير في زيادة بالمصروف ويبدو صار بده حلول أو طلاء وطريقة لتسدوا فيها هاي الفجوة الاقتصادية اللي في حياتكم موليد برج الثور عاطفيا خلي الشريك قريب منك لانك ما عم ترتاح الوضع العاطفي بده اهتمام أكبر يا مولود برج الثور بكر ما لتكون أموركم رواء لانه خسارة عاطفية وخسارة مالية ما بمشي الحال تعرف مين أخذ الحظ منه لبرج الثور برج الجوزاء لانه عم يكون عندك كل الحظ وكل الأخبار الحلوة بهيك يوم وبعد عم تعيش أفضل الأوقات وعم تحكي معنا صغالي عليك بعد غياب البعض عندهم يعني أخبار متعلقة بالأطفال في أمور مهنية جوية على الطريق عم تتحرك وفي هدايا وفي مكاسب مالية عاطفيا بالنسبة لبرج الجوزاء يومك حلو عم تنجزب أو خليني أقول عم تنجزب الكل وعم يكون عندك حضور حلو والحب عم يدئ بابك وفي شخص عم يرجع لك أموره رواء إن شاء الله تكون جايب معهم تخطي عنه أفاسك بأمان بوقت تكون فيه برج برطع شخص بالواقع مواليد برج السرطان شكليك طرقتهم عين جبتهم أرض أرض برج السرطان كان عندك شغل إعلامي إن شاء الله تركوا شغلهم بسببه استفتحت حديثك فيهم فبالتالي للأسف يعني أوضاعهم أبداً مو رواء مواليد برج السرطان السرطان انتبهوا لوضعكم بالبيت مع الأهل مع العيلة مع المقربين يمكن فيه تغيير لمكان شغل أو سكن انتبهوا من أعطال ببيتكم حوادث المطبخ لا تبيعوا لا تشتروا عقارات يمكن بعدك ممرتاح وفيه شي صحي وشغل ضمن مؤسسة ممكن يجيك بعشقة هالطاق الثالبية اللي موجود الي اليوم عاطفياً هديوا لا تنفعل وخلي علاقاتك بعيدة عن الناس وخليك حذر من المقربين لا يخربوا عليك يا مولود برج السرطان وكذا جهود مشكورة لا تنفعل سوساً على هذه الطائق اللي بردت لكم إياها أنا بالعادة ما يعني أصلاً وتقول أنك أنت ضربت حدا عين ما أنا موجود أصلاً يعني وما عندي حساسات وما بغير يعني إن شاء الله ما بكون أنا السبب يا رب ما بكون أنا السبب تعال نروحوا إلى برج الأساد الأمور تكون لصالحك شفت معناتك أنا ما بحسات حدا الأمور تكون لصالحك لتصل لكثير من الأشخاص عبر السوشال ميديا يمكن أن تنشر فجأة ويكون لديك شعبية وحضور شهرة فجأة بعد الكلمة الإلتية بالمقدمة ما؟ قولاً واحداً أجباً أجباً يكون لديك شعبية وحضور ويستعنجمك إن شاء الله بالخير يا رب هناك أصدقاء تتواصل معهم ويكون هناك حلوة وعزيمة أخ عاطفياً وفي المكتب كلنا نشكرها يا الله دعنا يا رب وأنا اليوم عرسي حياتي اجتماعية بالمكتب وشغليه وفي المكتب فبالتالي يوم العرس أو الخطبة سيكون أوردر خطبة بشار أعرس بشار ينزل مع المهام الوظيفية إنه من الساعة كذا لساعة كذا كلنا مجتمعيين بسالة فلانية لن نحتفل لا تنسل هذه لأنه خلاص ما في حياة اجتماعية هي الحياة أنا حتى بحس بطل في عندي حياة خاصة ما يرحسني حياتي هون خليني روح لمولود برج العدراء الأمور أنكم يا موليد برج العدراء فيها مشروع شغل وأصاص مالية عم تشتغلوا عليها استغلوا الفترة الجاية لتعملوا شي مهم أو تستلموا شغل جديد أو توصلوا لشهرة وتقابلوا ناس على مستوى عالي أنكم اختبار أو امتحان ممكن تقضعوا لإله أو لقاء مهم فجاهزوا حالكم وجاهزوا أدواتكم كما يقولوا لا تكونوا قد هذا اللقاء عاطفيا تطمنوا أنتم بأفضل فترة مع أشخاص معجبين فيكم علاقات على مستوى أريد منكم فقط تعرفوا كيف تختاروا الأنسب لشخصياتكم يا مولود برج العدراء وليس أنا الفلاكيك بي لكم ليس أنا لا أخصني مع العلاقة عاطفيا أمورهم تماما كلهم رواق برج الميزان الأمور تتخلص وخليني أقول أنت أقرب لحتى أنت تختار كرسي بأي وسيلة من وسائل السفر لأنه في سفر وفي تغيير على الطريق عم تعمل تصفية كثيرة لأشخاص موجودين بحياتك لهيك حاول تستغل العلاقات بشكل إيجابي وتستغل العلاقات الخارجية لأنه تذكر ممكن تسافر خاصة أنه فيه شغل بعيد أو فيه شخص ممكن يدعمك بحوالي وعم يكون من الأيام الكثير مبشرة بالخير عندك عاطفياً عندك الحب وعندك الجمال التمن أيضاً عندك علاقات حلوة وعندك ناس جديدة الوضع العاطفي عندك يجعلك مبسوط لك روي استمتع في هذه الفترة جايتك حوالي ستسافر ستحب والله ملاحظت يعني لا أعرف لماذا أصدتك تماماً أنا أتمايز أنا أصدتك لا أصدتك لا أصدتك لا أصدتك لا أصدتك لا أصدتك أنا أمتح برج أو أقول أن أخبار تحسسني كأنون ويريد أصدتك أصدتك لا الأصدتك أنا أصدتك لأماماً فقط مررعاً نحن نذهب إلى المولود برج العقرب وتحياتنا إلى المولود برج العقرب دعيك رائع عزيزنا مولود برج العقرب نذهب إلى الأمور لديك حلول وعلاج للمشكلة صحية حل مشاكل مالية أيضا انتبه لقضية قانونية ممكن تتعرض لإلى أو من خسارة شخص حاول تتصرف بهدوء وتحسم الأمور وتصالح الأشخاص من حولك يا مولود برج العقرب عاطفيا تطمن بيتحسن وضعك منشان هيك بدي منك تروء وحاول تعرف كيف تتقرب من الشريك أو تحسم الوضع إذا فيه جدل ممكن يكون موجود بالعلاقة ممكن تحسن الوضع بهذه الأيام فأمور موليد برج العقرب رواء اليوم هل تتميز كمانع على الأستاذ المخرج عم تقول له روء ما أعتقد أنه راح يروء لا أعتقد هو رائع شكله من الصبح اليوم ما وعم تتميز يلا الله يمرأ الحلقة على الخير لأنه إياك نتقاتل واتتقاتل معحدة خلينا نروح لبرج القوس عم بضوج وأيضا بدك ترتاح وما تكبر المشاكل في لمة ناس حولك وفي ضغط عليك كيف بدك تهدي وتضالك مع الأشخاص المقربين منك في ناس عم بتضوجك خليني يقول وأيضا عم بتحاول أنك تكون بشغل مشترك خلي صديقي يساعدك أو تدخل معه بشراكة عاطفيا بالنسبة لبرج القوس روء ما تكبر الأصص خفف عن حالك وتوترك خليك مع الأصدقاء نوعا ما عاطفيا أنت رائع بس فيه أشخاص عم بيحاولوا أنه يؤذوك عاطفيا عم بتدول على العلاقات وحاول تعيش علاقتك هاي بهدوء وبسيرورة جدا حلو حلو يعني هاي الحظوظ الجميلة لموليد برج القوس خلينا نروح لموليد برج الجدي عم بيكون عنكم التزامات عم تزيد قصص الشغل عنكم يا موليد برج الجدي بداية رياضة نظام صحي وغذائي لازم تعرفوا ترتبوا كل شيء بالشكل الصحيح بدي منكم تكون فيه سند لإلكم يوقف معكم ويساعدكم هالأيام وخاصة أنكم عم تتعب وعم تتعرضوا لالتعب موليد برج الجدي عاطفيا عم تكون مورائين ما بتكون عتب ولا نأمن الشريك هاليوم ممكن يكون عنكم يعني مشكلة مع الشريك هدو وخلي شريك تترككم بحالكم أو اختفوا هذا الحل الأنسب وخاصة بالمشاكل العاطفية نصيحة شخصية اختفوا يوم يومين هدو وبعدين حلو المشاكل تأيما أنت حلولك رهيبة بشار انسحاب ما في مواجهة لا بحذري شو أنا من الأشخاص يلي بوقت تكون الحديدة هيك مثل ما قولوا حامية ستوق لا أفكر لأنه إذا بقصد خلصين يعني ما بعرفي ممكن الأمانة فيه أشخاص يكون في عنده ردود أفعا مختلفة دعيني نروح لبروجة دلوبشار الوضع يكون يمشي لصالحك وكل ألحظ موجود تجد أن هناك الكثير من بعيدة وغالية عليك تتواصل معك وتعيش يوم حلوة أول وجديد دعيني أقول هناك أيضا أخبار تفرحك وتساعدك هناك قصص متعلقة بطفل أو بإنجاب وحتى حوالي مالية عاطفيا نستغل يومك لأنه عاطفتك قوية ثم الوضع العاطفي يشهد تحسن جدا كبير ورح تلاقي الحب إذا ما ناك مرتبط إذا إنت مرتبط فاختفي بس طلعت لقلوب هروب قويا موليد برج الحوت عم تكونوا ضاجين شوي في وضع مع المقربين أو الأهل يتعلق بموضوع ميراث عقار كان الموضوع اصص بيع وشراء وعقود وأيضا تسليحات ببيتك نزيد المسؤولية المالية يا موليد برج الحوت انتبهوا للأهل بهذا اليوم بأمور صحية عاطفيا ضايج مشاكل الشريك لازم تعرف كيف تتعامل معه كرمال ما تتفاقم الأمور أكتر أي بشكل عام كانت التوقعات لليوم وتوقعات الأبراج وأيضا نتمنى الحالة السليمة تكونها للكل أكيد طبعا نجامة مستقبل خلينا نروح لتقرير أيضا يتعلق بفوائد المشي إذا عصبتوا أو عصبوا موليد الأبراج فيهم يفرغوا طائطهم بالمشي أثار المشي وكيف ممكن تساهم بتحسين شخصياتنا خلينا نتابعها سوى بتقرير قادم ما بين المشي وتوفير الطاقة أو اتجاه البعض لنشاطات حركية أخرى خلال اليوم يختلف الكثير من الأشخاص حول مدى تطبيقهم للنشاطات البدنية فيما ينصح الخبراء دوما بتكثيف السلوكيات الرياضية اليومية وعدم إطالة مدة ارتخاء العضلات على الرغم من عدم اتفاق الخبراء حول النشاط البدني الأفضل لصحة الجسم وقوته لكن الكثيرين أوصوا بالمشي لما يقرب من ثماني آلاف خطوة يوميا من أجل تحسين الصحة العامة وتقليل خطر الوفاة المبكرة وبالتأكيد هذا الرقم هو حصيلة عدد خطوات المشي خلال اليوم وليس في جولة واحدة من المشي ويمكن تطبيق ذلك في جولات لا تقل عن عشر دقائق بوتيرة سريعة توال اليوم والتي تغطي ما يقرب من ثماني مائة مترا وبالتالي يعتبر المشي وسيلة سهلة لتلبية متطلبات النشاط البدني اليومي مقارنة بنشاطات تحتاج جهدا ووقتا أكثر يشير الأطباء إلى أن المشي سواء بسرعة عالية أو بسرعة مخفضة له أهمية كبيرة للجسم كإنقاس الوزن وحرق الدهون الزائدة في الجسم بالإضافة إلى أن المشي يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب وخفض ضغط الدم وإعادته لمستواه الطبيعي ما يمكن قوله أن الاعتماد اليوم على المشي يساهم في تعزيز الوظائف الإدراكية وتخفيض خطر الإصابة بأمراض الدماغ كالخرف والزهايمر فالمشي يؤهل الدماغ كي يرتب المهام ويسمفها ويقلل مشاعر الحزن والاكتئاب ما يترك آثاراً كبيرة على الصحة العقلية أيضاً مشاكل واضطرابات عديدة ممكن أن يعاني منها الأطفال البشار ومن ضمنها أكيد اضطرابات طيف التوحدية اللي أكيد بحاجة لعناية جداً كبيرة من قبل الأهل وأكيد من قبل المختصين لأنه مثل ما بنعرف بأنه الطفل اللي يعاني من هذا الاضطراب يكون فيه عنده حساسية للضو حساسية من الأصوات العالية وأكيد صعوبة بالتواصل مع العلاقات الاجتماعية وغيرها فبالتالي حيكون فيه عناية خليليني قول مركزة لحتى يوسطوا الطفل سوساً واليوم مشاهدينا رح نحكي بهذا الموضوع بشكل مفصل وأيضاً رح نحكي عن طرق اكتشاف موضوع التوحد من قبل الأهالي كيف نقدر نلاحظ العلامات اللي ممكن تظهر على الطفل الأعمار اللي ممكن تظهر فيها أيضاً هاي الحالات وتفاصيل كثير مع الاقتصاصية التربوية اللي نكتوسة في اللي صارت معنا لليوم أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك سعد لأوقاتك لنا أهلا وسهلا فيك هلنا نحكي بالبداية عن اضطراب طيف التوحد لشألنا عنه اضطراب مانو مرض وخبرنا عن تفاصيل الأعراض كرمان خبر الأباء كيف ممكن يكتشفوا هاي الأعراض عند الطفل وأيضاً يتم التشغيل لا بالبداية نحنا نقول عنه اضطراب مانو مرض لأنه للأسف هو ما له علاج خلينا نكون من الأول واضحين أنه هو مانو مرض أنتي بتعرف المرض له علاج أما الإضطراب في غالب الأوقات الإضطرابات ما إلى علاج دائم يعني بتلاقيه هي مزمنة موجودة دائما بشكل مزمن ودائم ما له علاج لكن نحكي نحن عن إضطراب طيف التوحد بشكل عام نحنا نقول أنه هو مثلا إضطراب عصبي شائع منقول عنه هو إضطراب بالنمو العصبي منقول عنه نحنا كأخصائيين لكن نحنا وقتل بنا نحكي مع الآخرين مع المجتمع آباء أسرة إلى ما هنالك نحاول أن كل اللغة أبسط من هيك يعني فيني يقول له أنه هو عبارة عن حالة شازة بتكون موجودة بالمجتمع هذه الحالة شازة بتكون موجودة أثناء النمو الدماغ بشكل رئيسي يعني بيكون مشكلة موجودة رئيسية بالدماغ أثناء النمو يعني بيكون بتأثر على المهارات التطور المهاري عند الأطفال يعني فينا نقول أنه بتأثر على المهارات اللغوية مهارات حركية اجتماعية مهارات التعلم اللي بيكون هو مسؤول عن الطفل وقتل بروع المدرسة بيكون ما نو قادر يتعلم هايك يعني بيكون أنا عندي طيب توحد أو بيكون عندي توحد وقتل بيكون عندي هاي أكتر من من إشارة بدلني أنه في عنده توحد تمام تماما أستاذي لينيتي اليوم يعني موضوع الأعمار دائما بيحود جدل وخاصة من قبل الأهل اليوم بأي عمر بنعرف أن الطفل عبيعاني من طيف التوحد هلا السؤال هون في إشكالية لأنه نحن بنعرف أنه الحمد لله نحن مجتمعنا إلى حد ما يتمتع بثقافة معينة لكن ممكن للأمهات تتمتع بالثقافة المطلوبة لرعاية الأبناء في عنا أمهات الحمد لله هن قادرين من الأشهر القليلة الأولى يقدروا أنه هن عندهم طفل عن جد عنده توحد منلاحظ أننا في عنا أعراض معينة بتسأليها للأم بتقولك أنه أنا عندي كذا وكذا وكذا أنا حسيت أنه ابني معنه طبيعي بس في عنا أمهات للأسف يروح الابن على المدرسة ويكونوا عم يطالبوا يكون إنسان طبيعي وعم يحملوا أعباء زيادة لكن ما في عندي استجابة أبدا إذن أنا عندي من الأعمار الأولى يعني فيني نقول أنه ثلاثة شهور ممكن أعرف أنه أنا عندي ابني معنه طبيعي في عنده توحد صحيح طيب هلأ منشوف بأنه كثير هي الأفكار المتعلقة بإضطراب طيف التوحد بنسمع بأنه بعض السلوكيات اللي بيرتبأ الطفل يعني هو بيكون طفل سليم منذ الولادة لكن هو بيقوم بسلوكيات أهله بيتركوا مثلاً على الشاشة أهله بيتركوا مثلاً بيتصرف تصرفات مختلفة فبالطالي بيصير مع إضطراب طيف التوحد هلأيش عاد الشيء صحيح بأنه ممكن يكون مكتسب فخبريني عن هاي التفاصيل هون سؤالك حلول لأنه في هون إلنا إجابتين حقيقيات موجودين هلأ نحنا نتفق بالأول أنه التوحد هو معنو شي يعني أنا ما خلق ابني وأنا لأني أنا من التربية من اللقاح رح تخطر عن دكتور ما بي فام عملية متوحد لا التوحد هو عبارة حينا نسمعنا أنه بعض اللقاحات حتى لقاحك في التساطار ما ممكن يعمل توحد نحنا وقتل بنكون عم نحكي عن أسباب أساسية هلأ بما بعد نعرف أنه هذا شيء مو ضابط لأنه ممكن يكون مسؤول عنه يعني الوراثة يعني الجينات أصلا بتكون مسؤولة عنه إذا أنا بيكون في عندي نوع من التوحد عندي التوحد الحقيقي اللي بيكون خلقان فيه الطفل يعني هو بالرحم هو عنده هذا المشكلة وخلق على الحياة وأنا عندي ابني عنده توحد وممكن التوحد الوهمي هذا بيكون موجود لأنه بيكون عندي ابن عمره ثلاثة سنين أو أقل بتركه ساعات طوال قدام التلفزيون يلا أنا ماني هون هون يصير عندي توحد بس هذا التوحد وهمي له علاج لأنه هو يعني جديد له سبب له حالة معينة هلأ في عنا كثير حالات الأمهات بيعتبروا أنه أنا إذا تركت مع المربية هذا الكثير تمام ما بحكي معه هو صار عنده توحد بس هو توحد ناتج عني أنا سببه لكن هذا التوحد الوهمي ليس التوحد الحقيقي نحن التوحد اللي نحن بنحكي عنه اللي له درجات سبيرجر تحليلي إلى ما هنالك هذا نوع من أنواع التوحد مع الخلقة يعني من الولادة ما حدا له علاء فيه تماماً اليوم إذا بننا نحكي عن طفل خجول وطفل يعاني من التوحد كيف نقدر نفرق بناتهم كتير مشوف أطفال خجولين أول ما تحكي بيتخبى وراء والدته بيتمسك بالتيابة ما بيحكي ما بيعطي أي رأكشن اليوم كيف نقدر نميز بناتهم؟ الأسرة اللي بدا تميز رح قل لك ليش هلأ نحن ما في عندنا طفل خجول بالأسرة ما في عندي أبداً هلأ بالأسرة بتلاقيه بيأزي بيشيل بيحط بيعمل بس الطفل اللي عنده توحد الامة بتعرف أنه ابني عنده حالة معينة ابني ما بيتفاعل ابني ما بيتفاعل معي بالوش ما بحس أنه عنده مشاعر ما بيتواصل معي بصرياً ما بيقدر يركز معي بنعديله ما بيسمعني معقول يكون عنده مشكلة بيستمع أنا بس يكون عندي أعراض معينة أنا بقدر إلا أنه ابنك عنده توحد لكن الطفل الخجول هو وقت اللي بيجي على محيط جديد بس أنا إجعل عنا هلأ قاعد أول خمس دقايق أول عشر دقايق مرحبا أهلين ما بودوا يرد بعد شوية من لاقيه أخد ويشه صار يغير الديكور حتى هذا الطفل الخجول أما الطفل التوحد بيكون هو الطفل يعني دائما هو هيك حالته حتى بالأسرة إذا ما اللي بيحدد هذا الموضوع الأهل الملاحظة اللي بتكون ببداية خلي أقول له عمر الصغير كاتبنا شوية عم تحكي لينيت أنه فيه درجات للتوحد ممكن يكون حتى أنا يعني شفتنا كمان على الناد بعض المسلسات كانت عم تحكي أنه معه توحد لكن هو مبدع شفنا مسلسات عم تحكي أنه فيه طبيب معه توحد لكن هو جراح وكتير شاطر تماما بخبرنا أنه قدي وحب مهم وصح يكون فيه شيء اكتشاف مؤخرا مابرح إذا ساري يعني عم جيب لغات هي من غير قارات فبالتال أيضا هذا الموضوع بساهم موضوع البداع خلينا نكون مواطحين أنه نحن في عنا توحد عنا 25% منهم الموهوبين في عنا كان مسلسل طلع مسلسل سوري اسمه وراء الشمس كان في عنا شخص هو عنده توحد وقدر يصلح ثاعات كتير صعبة أنه الأستاذ طبعه أو المعلم طبعه ما يقدر يصلح صحيح حتى شفنا أنه بعض الأشخاص اللي ممكن يكون معهم اضطراب طيف التوحد ويكبروا ويحققوا أرقام قياسية بموسوعات جنس شفناه ممكن يكونوا حتى مخترعين فبالتالي هذا الطفل هو مانو عنده نقص بمعدل الذكاء بالعكس بحاجة لتأهيل صحيح فخبرنا كيف ممكن يتعاملوا الأهل حتى يأهلوا هذا الطفل وإذا في عنده درجات ذكاء جدا عالية كيف ممكن يأهلوه حتى تكون بمجال معين يستثمروا أكثر لأدماك عنا أخصائيين وأطباء جيدين بالمجتمع الدور الأساسي والأول بيرجع للأسرة لأنه خلينا نتفق بالبداية أنه ما في عندي أنا تحليل ما في عندي أشعة ما في عندي رنيني بقدر يثبت لي أنه هذا الطفل عنده توحد والأخصائي للأسف هلأ ما عمنا نحن نشمل لأنه هذا الشي غلط فينا نقول أنه خلينا نقو 50% هلأ صاير الموضوع شوي تجاري كيف يعني أنا بيجري عندي الطفل لا أعطيها للأم من الأخير أنه أنا أبنك بيوصل معها لمرحلة علاج معينة لا أستطيع أن أصل إلى هنا لذلك الموضوع يرجع لعند الأسرة كيف يعني أنا الأسرة اللي عندي هي لازم تكون مسؤولة بالبداية أنه أنا أبني فعلا هو عنده توحد شوف أعراضه كاملة أخذ العام مختص وثنين وثلاثة وأسأل حالي أنا متطمنة لهذا المختص أو لهذا الدكتور الشي اللي يقليه شوالي تاني نحن نعرف أنه دائما الأهل هني بدي يكون عندهم القدرة والصبر الأكبر ولي بيكون أن عندي طفل توحد يعني أنت بدي تكون طاقتك أكبر بدي يكون جهدك أكبر بدي يكون تفريغ الوقت لإله أكبر بدي يكون عندك احتضان أكتر احتواء أكتر صبر أكتر يعني أنا في عندي حالات الغضب اللي بتصير لا يمكن السيطرة عليه لا يمكن مستحيل نوبات اللي يكون بديك تتركيه لحتى يخلص النوب بيتبعه يعني بدك تحتضنيه تبوسي ما بعرف شو إلا ما هنالك لكن في شي بدي يصير أكبر من طاقتك يعني إذا الأهل هون مسؤولين عن أنه يحاولوا يقربوا بين بيحتضنوا أكتر تماماً وفي عندك شي إنه دائماً هذا الطفل ما بيعبر عن المشاعر أنا مثلاً ممكن يزعله ما يقدر يعبر لي بوجهه إنه هو زعلان ممكن يضحكه ما بيبتسملي البتسام الاجتماعيين ممكن تصير هلا الأطفال معروف إذا أنت بضحك وأنا بضحك والأستاذ هم بضحك بضحك حتى لو لم يعرفوا عن شو الإستهول ما بضحك هو دائماً متفاجئ ودائماً أنه ما بده يعطيك ردد فان هو بالتعبير حكيناً عن موضوع الطيف التوحد اللي ممكن يكتسب الطفل أو البداية إذن نقول وأيضاً الطيف التوحد اللي ممكن تكون نتيجة الولادة أو من الأساس وذكرنا أنه في جملة أسباب ممكن تكون نتيجة هذا الشيء خبرنا عن هذه الجملة وهيك نفصل فيها أكثر خلينا نكون واضحين العائلة اللي بيكون في عندهم حدا عنده توحد أو في عنده مورثات لهذا المرض إجباري بيسترفي عندي أنا خلينا نقول بالأول هي جينات بالبداية كانت جينات لكن بعدين صارت وراسة العوامل اللي بقي هي عم تلعب دور كيف يعني عم تلعب دور يعني أنا ما فيني أقول لك أنا إجا عندنا بيبي اليوم بعد شهر أنا ساويته متوحد مو هيك الأصد الأصد أنه البيئة بتلعب دور يعني وقت لأنه بيكون حاطته ببيئة مناسبة كلها وعيين مثقفين لهذا المرض أخذناه عند أخصائي معين نحنا قعدنا مع الأخصائي وقالنا أنه ابنكم عنده توحد 1 2 3 ممكن نحنا نصل لحل يقول له أنا في عندي علاج هو لازم يقول لي علاج ابنك أنه أنت يصير بينك وبينه حركات معينة إذا كان في عنده تأخر باللغة لأنه الغالبية منهم عندهم تأخر أو عدم القدرة على النطق بكثير أوقات مثلا نتفق على طريقة أشارة أنه بدي يأكل أعلمه أنه يجب أن يأكل وأنهم لا يشعرون بشعور الشبع أو بشعور الجوع أو بشعور العطش أو إلى ما هناك حتى الحمام هو إشكالية بالنسبة له يكون الهدف من التواصل مع هذه الأخصائي أنه يحدث في بيننا حركات معينة أنه على القليلة أعرف أن أبني يشرب يريدون يأكل يريدون يرحل الحمام يريدون مساعدة يريدون شيء معين كنت تتحدث عن موضوع النوبات وأنه يمكن أن الأهل يعانوا بهذه الفترة حتى يمكن أن يكون هناك شيء متعلق للموضوع الكبد يمكن أن يكون هناك ثقافة عدم تقبل الأطفال يكون هناك طيف التوحد يحجزونهم في البيت يخجلون منهم المجتمعيا لا أعرف ما هو السبب يحاولون أنه دائما يكون هناك كبت للطفل أنه لا تصرف وأنه قريدي لديه فرط حركة يعني لا يمكن أن يسيطر على نفسه فخبرنا كيف يجب أن يعالجوا الأهل هذه النقطة وكيف يجب أن يتعاملوا معه دائماً قبل أن أجعب على سؤالك هناك شيء أريد أن أقول دائماً عندنا طفل التوحد دائماً عنده اضطراب آخر كيف يعني؟ يعني يجب أن نجده فرط نشاط يجب أن نجده عدوانية إلى ما هناك من الاضطرابات الأخرى دائماً عندي أنه يعتبرونه أنه عبئ هو يخجل هو عقاب من رب العالمين نحن نقول الله عم يعاقبنا فيما نفي داعي نفرجي للعالم ونخبيه بالبيت هو هون يصير عنده كبت مثل ما ذكرت حضرتك وبالتالي يصير عنده عدوان يقولك أنا أعدته بالبيت شهر اثنين ثلاثة طلعته لبرة وشاب بنت الجيران عضب إيده يريد أن يعضب إيده يريد أن يعضب إيده لأنه أنت خجلانة فيه ما يعني كم علمتي على المجتمع ما عم تخليه تفاعل مع غيره يخاف أشخاص جديدين فبالتالي يريد أن يستكشف يشوف شي جديد في الحياة أصلاً نحن وقتلي نحن نتعامل مع هذا الشخص هو حساس جداً حنون جداً يخاف من كثير شغلات يعني هلا أنت عم تعرضه لموقف عبثي جديد يعني أنا دائماً عم عرضه لموقف جديدة بدكت تشوفي شغلاته جديدة ردات فعل غريبة بدكت تكون لأنه هو خايف لكن أنا بدي قعد خبيه بالبيت وما أعترف فيه ولا أقبل حتى أنه أنا أنا عم بعمل له مشاعر مكبوتي هذا الشي بدي عمله يعني أزة داخلي لإله أنا شوف عنده بالبيت بتلاقي فيه عنده طفل واحد متواحد والأخوات البقائية مناع بتقلي ما يخليهم يدرسون ما بيخليهم بتطلعي تفوتير تعملينه نشاطات تتعلمي تهتمي فيه صح يعني اليوم هذا الموضوع يمكن بيوقع على العتق الأم بداية يمكن لأنه هي أساساً الشخص الأول اللي بيتواصل مع الطفل يلي هم بيعانم التوحد بإضافة الأفراد الأسرة بشكل عام ودور كل شخص في يون نصائح أخيرة أستاذة اللي نيتلا بشكل عام الأشخاص يلي موجود عندهم أحد أطفال طيف التوحد أو يلي حبين أيضاً يتنور بهذا الموضوع نصيحة أخيرة بتكون لكل الأباء ولكل الأمهات بغض النظر أنا عندي طفل توحد عندي داون إلى ما هنالك عندي طفل طبيعي أنا لازم يكون في عندي روتين حقيقي مستمر بيومي لأنه الطفل مين ما كان يكون بيحس بالأمان بيحس بالألفة وقتلي أنت بتعلمه أنه أنا في عندي هيك رح يصير هيك رح يصير هيك هو بنظره أنه وقتلي أنا ما بيكون عندي روتين مستمر حقيقي صحيح بيكون عنده هي أحداث صادمة يعني أنا مثلاً اليوم معودته أنه يجي يعملي ساوي بالترتيب نحنا نجي ناكل نرتاح نعمل واجباتنا صار عندي غلط بهذا الترتيب بهذا الروتين هو بالنسبة له هذا حدث صادم وفي شي تاني كمان حاب يقوله أنه كل طفل كل إنسان عنده هذا النوع من أنواع الطفل مثلاً عنده هذا النوع من أنواع التوحد يعتبروا هدية من رب العالمين ما في داعي يعتبروا عبق لأنه نحنا لنكون واقعيين وحقيقيين يعني نحنا بنعرف أنه في عالم موجودين بكل بقعب الأرض هن بكل يوم عم يتوسلوا مئة مرة ليسر عندهم طفل لأنه هن بيعرفوا قيمة الطفل وبيعرفوا أنه هو هدية من رب العالمين والله يخي يحمي كل أطفال العالم ويحفي أطفالنا ببلدنا أمين يا رب أكثر للك أستاذة لينيت وكنا بنرجع ونقول بأنه هي عبارة عن جهود مكثفة من قبل الاختصاصيين وأكيد من قبل الأباء والأمات بدنا نتشكر لك الأستاذة لينيت يوسف اختصاصي بمجال تربية الطفل نورتنا وشكراً كثيراً على كل هذه المعلومات أهلا وسهلا تيكم شكراً لك الله يعافيك وأكيد مشاهدينا مكافيين حديثنا معكم ونذهب أيضاً للمحافظة اللذيقية فعاليات متميزة ومميزة عم يشهد الكرنفال لمتنا الحلوة بموسمه الثاني خلينا نتابع التفاصيل بالتقرير القادر موسيقى اليوم نحن مأطفقين الكرنفال لمتنا حلوة اثنين ضمن حملة متصلون بسلام لعام الثامن على التوالي اليوم الكرنفال هو عم مضم مجموعة من الأقصام اللي هي معرض منتوجات إدوية اللي هو منقول عنه كرميس إضافة لنا بوفي في أكلات طيبة هي الشغل المتطوعين والإداريين في قسم الألعاب للأطفال في عمنا مساحة هيك لطيفة ليكون الناس عم بتعود شاب أهوة شاي أو تأكل أي شيء بديها إضافة أنه في عمنا سينما بدلنا نعرض مجموعة من الأفلام اللي هي بتستهدف الأطفال والشباب بشكل عام نحن مشاركين منتجات للسيدات الريفيات عم نعرض لهم إياها والبيع ريعهم البيع بيعود لهم للسيدات الريفيات فهيك بازار بيخلي الناس تعرفنا أكتر بيخلي الناس تلمص هاي المنتجات تشوفها تختبرها تشم ريحتها تشوف يعني أنه قدى هاي المنتجات مثلا مصداقيتها قدى خرج تشتري منها فهيدا الشي بيساعدنا أكيد بيساعدنا على الانتشار أكيد هذا المجسم نحن نسمعناه الدكتور سام هو بمجسم يعني بيشبه المجسم البشري حطينا فيه أعضاء بس بطريقة حلوة وحطينا بكل عضو أسئلة معلومات عامة شي مفيد ممكن الواحد يتعلم منه يستفيد منه بيجي لعنا الزائر بيشوف العضو اللي هو بيختاره وبيسحب منه وبيقرالنا الرسالة المكتوبة وإذا عنده إضافة إذا عنده استفسار نحن ممكن نجاوبوا عليه هاتش يكي نحن الجمعية الوحيدة بتعنا بشؤول المكتوبين باللات قيود وضواحية وجاي يشارك مع صناع السلام هون بالخيزرة لأنه نحن نحاول نشغل مكتوبين كلاتهم بأمور الأشغال الأدوية وجاي بمنتجاتي هون لنشوف بلك إن شاء الله الله بيأسر أمر يعني وبنعجب الكل هون مهنتي الاعتورات أنا طبعا كنت بشتغل فيها من فترة ما يقارب أكثر من سنة عن طريق الطلبات بالبيت والتوصية من خلال فترة أصيرة ما يقارب الشهر أو شهر ونصف فتحت طبعا محل جديد خاص بمشروعي أنا بشارع هنانو عبرت الأطفال كان هاي بداية مشروعي إنه بالعطورات هاي إنه افتحت أنا محل بالأخير بالنسبة طبعا للمشارك هذا بيعطينا فعاليات كبيرة إنه ناحية معرفة الأشخاص إجتماع أوسع وإنه كمان نوسع عن مشروعنا حبيت شارك بالفعالية بمنظفات مشان نستعد على الحياة الصعبة والحمد لله إن شاء الله لقيه إنه فرصة بهالمشروع والإنتاج إن شاء الله يا رب إحنا مثلا نشتغلين ما عنا مكان نعرضون إلا بهيك معالد وبهيك شغل نشتغل إكسسواريات هاند ميد مشاركة مع الأستاذ يازن قويتي بـ 24 ساعة من أساسيات الصناعات بشكل عام وتحديدا صناعة السيارات هو الأمان ودائما السعي لتأمين السيارة بمختلف طرق الأمان هو الهدف الرئيسي لشركات السيارات حول العالم يا سوسان وتوفير هذا الشرط أكيد بحاجة لكم كبير من الجهود التقنيات خليني أقول وهي التقنيات الأكيد تكون متماشية مع سيرولة الحياة البشرية وأكيد تقدم التكنولوجيا اليوم مشروعنا ونستضيف أكيد بداخل الأستوديو اليوم مشروع متعلق بزيادة نسب الأمان بالمركبات ونحن ن discutى بأكيد بتفاصيل هذا المشروع والفريق التي أسست هذه الفكرة يساعدني أن يستضيف بداخل الأستوديو الأستاذ محمد سليمان مهندس الميكانيك وأيضا للأستاذ زين حمد意 cautامق مهندس الميكانيك أيضا ه改 شكراً لكم. شكراً لكم. دعنا نبدأ معك ساز محمد. ونحكي عن موضوع المشروع وإطلاق الفكرة من مين كانت. تمام، فكرة المشروع بدت أن لحتى ندور على شيء ما توجهت الدراسات بشكل عام إلو أو حول العالم بهالصناعة أو لحتى نفكر بشيء ما تم التدقيق بالبحث عنه. فبلشنا نحن بناحيتين لأننا نحية الأداة ونحية الأمان. وفتنا لفكرة عرض محور السيارة. هذه بشكل عام كانت الخطوات الأولى. هذه بشكل عام كانت الخطوات الأولى. كيف اجتمعت بدايتها؟ أساسي؟ فقالياً أول اجتماعينا كان السنة الأولى. نحن رفقت أمر. من أول السنة إلى آخر سنة. حسناً. تفاصيل الفكرة كيف كانت. كنتم تجمعوا نوعاً ما الفكرة لتوصلتوا أن خاص اخترتوا لتكون مشروع تخرج. وأيضاً وصولاً للشكل النهائي. كما ذكرت، نحن أولاً على الموضوع من ناحية أمان وأدى بنفس الوقت. نحن نحونا بأن خلال دراستنا نحن في خلال دراستنا أن 35% من حوادث المميتة التي يحصل في الطرق العامية تتحدث عن طرق السيارة. ونحن نحن نظر بالإخفاف من فرص حدوث انقلاب السيارة. نحن نرى ما هي الحلول الموجودة وما هي الأشياء التي لم تتم التقيق عليها. كما ذكر محمد، نحن نحن نعرض أن المحمور السيارة لا يشعر بالإهتمام الذي يحتاجه إلى جزء أو محوري في السيارة فأنا أدعونا أن نرى ما هي الأشياء التي نحن نقوم بعملها وما هي الحلوات الموجودة وصلنا إلى النهاية لنظر إلى فكرة عرض محور سيارة متغير المسافة بين الدولة بين نفس المحور تتغير بشكل تلقائي أثناء الإعطاف أو مناورة في الحالات الخطرة هذا بشكل عام فكرة العامة للمشروع دعونا نذهب إلى آلية العمل أو كيف تصير الحالة بشكل عام بداية كانت فكرة المشروع أنه يصير عرض محور السيارة متغير بآلية ميكانيكية بحتة حتى لا يصير فيه تعقيدات أو إدخال منظومة هيدروليكية أو يكون تطبيق المشروع يكون كثير بعيدة على أرض الواقع فبلشت الفكرة أول شيء بطريقة كثير بسيطة بس بعدين خطوة بعد خطوة بدأت تطلع مشاكل وبدأت نحلها يعني فعلياً نحن بلشنا بتصميم معين وخلال هذه السنة كاملة نحن نشتغل على المشروع وصلنا لتصميم ما له علاقة أبداً بلي بلشنا فيه بس بالنهاية وصلنا لنتيجة مرضية حلو وفعلياً هو آليات عمل المشروع بطريقة مبسطة هو يكون فيه بالنسبة للمصطلحات شوية محاول شعب المشروع سجرب نقربها للعامية تماماً هنا نحن 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 ميكانيكا بالنسبة لفكرة المشروع هي بين محور بين العجل والعجل الثاني على محور واحد فيه كونترول آرمس أو اللي هي أذرع التوصيل أذرع التوصيل هي بيكون إلها مجرى هذا المجرى هو اللي بيساعد إنها تزيد عرض السيارة أو تقلعه وبنفس الوقت بالإضافة لفكرة إضافية أنه هي بنفس الوقت بتخفض من ارتفاع السيارة وهذا الشي بيأثر كمان على فرص حدوث انقلاب تمام هلأ كنا نحكي بأنه في مجموعة من القطاع كنتوا عم بتركبوها ببداية المشروع آخر شي طلع فيه شكل مغاير وهلأ عم تمرؤ على الشاشة صور للمشروع خبرونا كيف كنتوا عم تقسموا الأدوار زين شو كنتا عم تعمل محمد شو كنتو عم تعمل حتى آخر شي وصلنا للشكل النهائي اللي هلأ عطالي على الشاشة نحنا بشكل عام شغلنا بمشروع كان مقسم قريب الـ 50% لكل واحد إننا نحنا أول شي أبما نقدر نحنا نصمم من تصميم الأخير نحنا كنا لازم ندرس أول شي تأثير الكامل لعرض محور السيارة فنحنا كان كل واحد استلم مجموعة مراجع أرى عنه أرى كل شي بيقدر علي عنه وطلعنا بالنهاية نحنا بالفكرة النظرية للمشروع لما طلعنا بالفكرة النظرية ساعتا نتأنى للجزء العملي من المشروع إننا نحنا ممكن نطبق الشيء لأننا نتخيلينه عرض الواقع فبدأ أول شيء مثل سكتشات نرسم نحنا نغير نرى ما يمكن أن يطلع معنا من الفنات فيكم؟ أهلا بالرسم اعتراف فور بصراحة فظلنا نغير الفكرة لغاية ما وصلنا حتى نحنا مثل تايملين صغيرة نحنا نتغير المشروع وفعلا نمرنا بشيء عشر لماذج مختلفة لغاية ما وصلنا إلى الفكرة الأخيرة وسهل تطبيقا كمان اليوم بين الورق والتطبيق على أرض الواقع ذكرت أنه وصلنا إلى نتيجة ما كانت مثل المقرر أنه تكون لازم يكون كنترول إذا بدنا نقول على هذا الموضوع أنه أنا عندي ورق ولكن هذا الورق يصير شيء ملموس بين إيدي هذه الطريقة هذه الخطوات لازم يكون في عليها كنترول من قبل أصحاب الفكرة الفكرة الأساسية هي أنه أنت لما يكون عندك شيء على الورق تمام وإنت لما تبلش بتطبيقه بيكون في مشاكل أو صعوبات بتواجهها ما بتكون شايفة لما يكون الموضوع بس على الورق يعني أوكي الفكرة بسيطة على الورق أوكي أنت بدك تعمل عرض محور سيارة متغير أوكي بس بتزيد العرض هي كفكرة شيء كتير بسيط بس أنت لما توصل لفكرة أنه أنت بدك تعمل تصميم أنت سيطلع عندك تعقيدات وقصص أنت لازم تتجاوزها وعندك قصة أنه أنت لما تعدل على تصميم شيء موجود أو بدك تعمل كونسبت لشيء جديد أنت ما تكون شايف كل المشاكل اللي هتواجهك فأنت بدك تبلش تطبق خطوة خطوة بس بنفس الوقت بدك تحاول تحافظ على الكنترول تبعك أنه أنت ما تطلع عن الفكرة الأساسية تمام والفكرة أنه ما يكون المشروع بيضلوا على الورق كنتو عم تحكو أنه هو بيخفض من نسبة حدوث المشاكل وبالتالي انقلاب السيارة تمام فكيف قصته هاي الفكرة نحنا كيف وصلنا أنه في 50% عم منزيد من مستوى الأمن والأمام السيارة شكل كتير مبسط حالة الانعطافات والمناورات هي الشيء العامل العلمي الأساسي الذي يحدد حدوث انقلاب السيارة هو التسارع الجانب الحدي تمام فقدنا بالبقل في الهندسين بدأنا ننضيع أنا أحاول بعد أن أقصصنا أنا أدبي أنا عمي 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 طيب الأشرحها بشكل بسيط التسارع الجانب الحدي هو الشيء الفيزيائي الذي يجعل السيارة أن تنقلب اللحظة التي توصل عندها أنه دولاب السيارة يرتفع على الأرض بهذه اللحظة بمعادلة التوازن بسيطة هي من كتير بسيطة بصراحة بمعادلة التوازن أنت فيك تحسب تأثير عرض المحور وارتفاع مركز تقل السيارة بنفس الهندس كلما زاد أنت زدت تسارع الجانب الحدي أنت عطيت مجال أكبر للسيارة لحتى تكون ثابتة على الأرض حلو أستاذ زين دعنا نذهب إلى موضوع تطبيق الأطعاء في حال وصلنا للإختراع بشكل عام مرحلة وجودها في السيارة هي مرحلة التصنيع أو لا؟ يمكن إضافتها لأي سيارة موجودة قدرين أن نضيف هذه الأطعاء هي فعلياً ممكن تصيير بالحالتين أي مشروع أو أي مموزج هندسي يجب أن تطبق على الكمبيوتر ونحن نعمل نوع من المحاكاة على الكمبيوتر للأبعاد التي نحن متاهق داماً إذا تم تبني مشروع بأحد الشركات المصنعة للسيارات بكل بساطة سيتم تعديل جسم هيكل السيارة بحيث أنه يستوعب هذه الإضافة التي نضيفها على السيارة فهو عبارة عن أحد أجهزة الأمان الإضافية التي تعمل بالتناغم مع أجهزة الأمان الأخرى أما بحالة السيارات الموجودة سلفاً على أرض الواقع فنحن بإضافة تعديل بسيط على هيكل السيارة هلا هو بسيط نظرياً بس لحن نقدر أنك تفعلاً تطبقه أنت لازم يكون عندك أنت تأخذ أبعاد بدقيقة لازم يكون عندك أنت الرسم الأساسي للهيكل تعرف أنت بالضبط وين المكان يتقدر أنك تضيف في الإضافات اللي عندنا نحن فنحن فعلياً في إضافتين تنحط على الهيكل وإضافة صغيرة على أذرع التحكم بنظام التعليق كما كنا نحكي بأنه أصلاً الروح غالية فهي قرية دي نحن ما فينا أصلاً نقارن بأنه إذا هذا الجهاز سيحمينا فبالتالي هو رخيص أو غالي سيكون مقابل الروح سيكون أرخص لك آلية التطبيق وكما تتحدث عن تبني هذا المشروع في حال شركة سيارات تحبت أن تتبني كيف سيكون التكاليف كيف سيكون سهل أنهم يضيفوا إضافة فبالتالي ستزيد من نسب شراء هذا النوع أو هذا المدرن السيارات أهم شيء يكون في عنا نحن نوع من مجرى أو مكان للاختبار لأن نحن موظم الأشياء خصوصاً بعلم هندسة السيارات الأشياء التي تتصيرها على الكمبيوتر ما ممكن أن نطلع بالقراءات الدقيقة التي تتم تجريبها على أرض الواقع لحتى أن يتم اعتماد هذا المشروع يجب أن يتم تجريبه على سيارة يشوفوا الفعالية الفعلية فنحن بالأبعاد التي كانت عنها نسبة فرصة الإنقلاب السيارة زاد قلت بنسبة 50% فنحن لحتى أن يتم تبني بالطريقة هاي نحن عنها والتكاليف هي فعلياً تكاليفه ستكون فكرية أكثر من مادية يعني نحن المشروع كل ياته كانت ما جاوزت 14 كيلو جرام على السيارة كلية فتخيئ أنت عندك سيارة وزنة طنين مثلاً أنت ضفت عليها 14 كيلو جرام لتخفض من تكلفة مالية طيب تكلفة المادية تعتمد على نوع المادة يعني كل سيارة تستخدم نوع مادة معينة لأنظمة الطعليق فهذا سيكون مماثل للمواد التي ستستخدم ستكون مماثل للمواد نظام التعليق لحتى ما تكون هي نقطة الضعف مقارنة من نظام التعليق نفسه فهذا الشيء يعتمد على سعر المادة الخام لا للجهاز هذا ومثل ما قلت لكم كمادة إضافية هي كثير بسيطة ككتلة وحجم مقارنة بتصنيع السيارة حالو أريد أن أرجع لعنك فكرة صغيرة هي الفكرة أن أي مشروع جديد عندما تحب الطبوع على الأرض الواقع عندما يكون التطبيق لأول مرة سيكون تكاليف مادة عالية لكن عندما يفوت بخط الإنتاج سيكون تكاليف رمزية صحيح ما هي المشاكل التي واجهتكم خلال تطبيق المشروع خلال تطبيق الفكرة هل هناك مشاكل معينة عن معادلة البسيطة كنت تقول أنها معنى بسيطة هل هناك فكرة الأساسية بالمشاكل هي كانت أن تلاقي ناط الضعف أو هي المناطق التي ستكون الضعف بالتصميم نفسه وأن تطلع بالنموذج النهائي للشروع وفي فكرة كمان بالنسبة للطباعة 3D نحن التصميم عملنا له وطباعة 3D لحتى يكون واضح الطباعة كانت أنت بدك تحاول تناسق بين الأبعاد وتحاول تطبع بطريقة معينة لحتى يكون قابل للتركيب نتمنى لكم كل التوفيق نحن وقتنا انتهى لكن إذا تحبوا تتركوا كلمة أخيرة الأشخاص الذين يساهموا وساعدوكم للدكتور المشرف شكراً لكم شكراً أول شيء للدكتور المشرف دكتور رياض قبيسي دكتور برسم هندسة السيارات هو أكثر حدا كان وقف معنا خطوة بخطوة ونجد كما نشكر الجمعية السورية البحث والناشر العلمي لأنها هي اللي وفرتنا المكان سنستطيع أن نشتغل وندرس كنا نأخذ أوقات نعبي ألواح نكتب ونرسم وندرس وغير أنه حتى الطباعة صارت من خلالهم كنا نشف على موضوع الطباعة ولكننا كانوا مفررين المكان المناسب لحتى نستطيع أن نطلع نعطيكم ألف عافية وبالتوفيق بداية شكر أكيد مهندس الميكانيك وأيضا مهندس الميكانيك لك الأستاذ زين حمدي نورتونا أتمنى أن نلتقي معكم بحلقة قادمة تبقوا بألف خير وتنسوا التابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهر وممكن على الشاشة موعدة بتجدد بحلقة قادمة تبقوا بألف خير ترجمة نانسي قنقر